السلام عليكم يا إخوان مرحبا بكم في هذا الفيديو كما تلاحظوا معنا شاشة بلازما شاشة اللاكس مقسم في الوسط لدينا التراس الأولى والتراس الثاني وهذا التراس الثالث التراس الأولى حوالي نص من اللاكس يعني مترو نص تقريبا مترو تسعة واربعين يعني الدورة كاملة يعني تقريبا ثلاثة مترو ودورنا جوج ديال الدورة وهذا العبارة اللي كان دوره العبارة الثاني انتما تشوفوا التفاصيل كاملة الاخوان على شكا ندورها هذا العبارة الشاشة بلازما ضرورة تراس أول حاجة في الحيط مشكا تذكر العبار اللي كانت تراس أول اللي كانت ترى الفيديو فهم يتشاف غاني بمعلومات لأصحاب الناس اللي بغين يتعلموا والأصحاب ما نزيل يشوفوا تاديكور كيف هذا يطلع ده الشاشة بلازما فيها الإضاءة ديال إطاجر إطاجر ما يكونوا مغيرين يكونوا شبيد منهم مدورين بعد منهم يجيوا الحساب ضايرين مع هذا بلازما كما تلاحظوا الاخوان كان نعمل تراسه وكان هرب عشر سنتيم وكان نعمل تراسه الثاني في بقية الفيديو في القادم لهذا الفيديو أعلم لماذا كان نعمل ده الشيء التراسوس وعديه معنا بزاف ديالة تفاصيل مهمة لإنسان يستفد منه ودي فكرة دائما يكون هناك تراسه منهم كان نعمل تراسه كاملين يجب التراسه واحد كان تراسه الدورة كما شفتوا الأولى وكان نجيو على وقت في الوسط كان نعمل تراسه كما تلاحظون واضحين أمامكم يعني عشرات سنتيم و ديالة يستفد من 35 سنتيم وددها أربعين سنتيم وكان عمله واحد الشكل في حل الشكل العين وحل العين وحل العين وكان نتاحس كيكون عنه حط راسه دي الميزان كان طلعه على الارض واحد ثلاثين دي السنطين من الحساب الماء ثلاثين ولا خمسة وثلاثين سنطين باش يجيب لينتاج جليج وحتى الماء ميك يوصل بلازما في ناحية السياق ميك يكون الانسان كي سياق من بعد كم بدأ نقسم هذا الاطاجيراث الاخوان هنا عمله ايطاجيراث فهذا الجهاز يكونوا ايطاجيراث لحساب الروند هذيك العين اللي اتراسيناها شفته الشكل دياله وبدأك يتساضحكم دابا نقطعه القصديرا هذي القصديرا ثم تشوفوا الاخوان كيف كان قطعها اديوا معناتها فكرة الفيديو هذا يكون غني بمعلومة انسان يستفد تلميب تدئين وصحاب الصناع يعني اديوا فكرة حقا سنستعملوا حد طريقة مفيدة والطريقة يعني يعني اتساهل عليكم طريقة بزاف من ناحية الخدمة يعني اتساهل عليكم الخدمة في ناس الوقت هذا الديكور اللي عملنا في جهاز بلازماز قدر سعمله خارج من الحيط 10 سنتيم 12 سنتيم مهم احنا كما تلاحظو الاخوان طريقة كيف كان قطعه الزنج هذه هي الطريقة كيف قطعها يكون مقص وكيف قصحها زيانا انتراج بشكل وكيف تعمل معها بها الطريقة الانسان يستفد معناتها كيف كان قطع اداء الحاجة كيف يكسب بداية الديبار حتى النهاية عرفت تلك البياس اللي كان خدمو فيهم كيف يكون يعني مكي بدو يعني وصحاب المبتدئين توم كيف تدو بطريقة يعني اداء وبعد الافكار يعني كيف يقطع هذا الزنجا ما فيها بس انسان يعني يكون افادة عامة يعني يستفدو معنا الناس كامل كمشي مع بعد شكل الاخوان كان قطعها بعد هذا البندا قطعت فيها جوج نهاية البياس كما تلاحظو عملت فيها جوج سنتيمونوس على تسعودونوس الشكل البلازمة هو هذا كما تلاحظو كما تلاحظو اداءة البلازمة كانت مجنبة وكما تلاحظو متراسين السنتر يعني السالون يعني يخصت تقرب شوية وذلك الحشية جياء اخرى تلاحظو وهناك كما تلاحظو كما تلاحظو كما تلاحظو كما قلنا ميزة من ساعة أمشي معكم بخطوة خطوة لا ترى تفاصيل كاملة والانسان لا يبقى يتساءل على فكرة كاملة بعد أن تضرب ميزة وكما تلاحظو كان المرحلة كان يوجد المرحلة في الشاشة بلازمة الطريقة مفيدة جدا والطريقة تختصر عليك الكثير من الوقت وفي نفس الوقت تأتي الخدمة وكما تأتي الخدمة وكما تأتي الخدمة تبعوا معنا تفاصيل لكي نشرح لكم كل شي بالتفاصيل وتفهموني لماذا قطعت السرق الزنقة وماذا ندوار هذا الجوج اخواني قدروا يكونوا فهموا يعني كل واحد يعني يقدروا يكون فهم لماذا دورت لماذا ندوار الجوج يعني دورت والإنسان اخواني لا تفهم شي نشرح لكم كل شي يعني ضربة بضربة دوا كان دور جوج بياساس ضربة واحدة الاخوانيك كما تلاحظو هذا هو تراصص كما تلاحظو تراصص بياساس وبياساس وبياساس 10 سنتيم وعندنا التراصص اللي عنا في بلازما 10 دي السنتيم بين اسهم يعني كندوار بياساس 1 كندوار جوج اه فهمتوني داب الاخوان يعني هما هادوا داب هذا الحاشية كيندوار 10 دي السنتيم لا دوار جوج دي العبارة يعني كندوار جوج بياساس وكيف يأتي اليو حال هكذا يعني الانسان اللي قطعتها في واحدة يعني عن دوار واحدة. ذلك كما كسلاحظو كيدورو جوج باساس وبهالطريقة هادي كسكون يعني كتضرب عصفورين بحجر واحد يعني جابارين واحد كتضور به جوج عبارة. يعني كسامل ذلك الزنجة كسامل بنسا عشرة سنتيم. وعد زيدو فهمو معنا اكثر يعني 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 تبقو هاد فكرة يعني في مكان دي اذا. كما كسلاحظو الدورة اللي دوارناهم. المكان ديالهم هما هادو الاخوان. ها هما هادو اللي كان كن فكسي هم يعني بالشعرة. يعني كن. نمشي معها وكنجيبوا قطعة ثانية. كما تشوفوا قطعة ثانية كيف شاركت بسان اخوان هاكدك الجرس. هاكدك ما كنا نتيريوها هاكدك تيريناها يعني على على عشرة سنتيم. يعني جوج دورة وجوج ديال الرنديس جريناهم في دربة واحدة. وهاد فكرة هادي العديد ديال ناس عيستفدوا منا اه اكيد يعني اغلبية الاخوان يعني كي دورو يعني دورة واحدة كي دورو واحدة ببياسة. وهاد فكرة هادي انسان يستفد منها خصوصا الناس اللي كي خدموا بهذه الطريقة هادي. يعني يدي فكرة مهمة. واسفيدوا ان شاء الله يربي. طريقة كيف ستشوك كي كسبش الاخوان وحاجة درابنا على اطاجر ديالة وضربنا على الرن ديالة. هادي نوع دبلاق المس قدرس خدمة بجوض طرق يعني بعد طريقة الزنجة الدور الزنجة الدور بياسة قدرس قطاع بلاقة وصوه الدور بيعش انه بلاقة كي يكون صعيب باش يجي من يعني مية في مية. هاكده كي سحكم العبار مزيان يجي محكم بزاف و يجي مضبوط الف مية. الدورة كي تديرك يعني مهمة لاحسب. يعني الدورة كي تطالب شوية اتقام جيمة ديالة مزيان. كس عاو طالب تراصو ديالة كس داس فكسي الاخوان طريقة سهلة طريقة مرتاحة طريقة صحيحة للخدمة. الصالون هذا كنت شفت الخدمة ديالو. الشو مكان ديال بلازمة في نواب الضبط. وكمشي باعها ضريبة ضريبة دريبة الاخوان. السهل الممتنع يعني كس خدم بالسهل الممتنع. كنظر صورة واضحة داس كتصادح عندكم في الفيديو عن البران اللي ماشيين به. اه شبرنا حاولنا نكبرو هات بلازمة مع منها شي صغيرة عملنا اه بلان ديالة كبير بش تقريبا شبرت لنا من الفوق من تحت تقريبا كل شيء. وهكذا خلينا شوي جليس باس بشتالة جو السوارس ديالة وضوط المع كي يجي محجيها. وكتشب برحات وكتجين فخمة كجي كبيرة كتجي الرؤية دي فيها زوينة وخلينا لديك الخوة كبيرة شوية في الوصف بشتالة انسا لعمل بلازمة كبيرة ماشي مشكل ميكونش عندهم مشكل يعني وخيعمل بلازمة الحجم ديالة كبير ما عساديش في القبص. اه من بعد الفكرة اللي خدمنا بها التراصوس من داخل الاخوان على برا شوتك الدورة كبارين حالي خدمنا دوارنا جوج عاوس نفس نفس الديكور عاومي كتدخلنا داخل كان دورو هذا الرون كان دورو على جوج مش كتدور جوج باساس دقة واحدة. وهكذا طريقة اللي كتكون كما قلنا عملتي واحد الخدمة اللي اختصرت على رأسك يعني من ناحية التامارة. وفي نفس الوقت اه يشنو كتطالب شوية التكنيك يعني جوج باساس دورو ضربة واحدة وتوقفهم بالخصوص هذا النوع ديال يعني صعيبة ما كتبغيش توقف للاحظة تومي كتكون كتيريها يعني تكون يعني تنيتا معها بش توقفها ما كتبغيش توقف دغيا انا عملت فيها جوز سنتيم ونصف العرض ديالة والواقفة ديالة تتعود سنتيم ونصف يعني جوجو نصف شوية كتغليطة اه غليطة كتشوية كتوقف يعني اخا مو مخصوصة شوية التكنيك وصافة يعني بش توقفة تلعب على العجنة في اخت تشارجي للعجنة في اخت دور جابري جابري مخصوصي تخلخل والصورة واضحة كتبغيش ديالة في الشاشة بلازمة اخوان اه جزء دروري يجب ان نزول خيطا من الولا بش مكي وقعش تهرس كول بلاصة تحت دورة اللي كتشوف طوما عند وزوله من خيط ديالهم بش مكي وقعش تهرس من بعد ويكون الأمور كاملة مضبوطة بش مكيس قطعه السبورتاس وكي يركبه كي كل خيط ديجا دايز هذا البلازماء أمام القوص هذا كنت رأيت تفاصيله و العمله هنا القوص يكون هناك سبورتات و هناك كزينة ملايين والصورة بشكل كثير من هذه الدورة الصغارة يجب أن يكون هناك دورة الصغارة و يكون هناك سبورتات سبورتات الصغارة يجب ان يعملون بالألوان و يعملون عادي هناك سبورتات الصغارة و يعملون كفرات الصغارة أغلبية الأخوة يتفرجون و يقابلون مع الفيديو تنسون الايك فضلا ولا يسأل أمرا تسام لايك في الفيديو و يتكترح في الفيديو هذا الشيء لك كنت تشاهده و هذا العمل الذي يقوم به و هذا المجهودات يستحقوا لايك أما لو كان هذا العمل يستحق لايك الانسان لا يعمل لايك الحمد لله الامل دينا كاملة كتفيد وكتستفيد يعني كتفيد وكتستفيد يعني انسان ممكنش يدخل تفرج في الفيديوهات دينا وما استفيدش انسان اي واحد لي بغي يتعلم كي استفيد لي عنده منزل كي استفيد قاعد لي ما قاعد لي ما عنده ما عنده لا منزل لخدماء كدخول كي ادي واحد فكرة هذا الحاجة كيوش كتتتخدم باش النهار لي كي بغي يخدم كيكون ديجا عنده فكرة وديجا متكون يعني فكرة مكمولة وتصميم دينا هو هذا الاخوان النهائي برازماجاس رائعة ودبا نخليكم مع الاخوان يعني بتشوفوها جميع التفاصيل والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة